السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المضخبلة انا معمون هقدم لكم النهار ده طريقة خبز الحليب يعني شوفوا بقى جمال الخبز يعني ما اقولكوش حكاية او توست الحليب يعني خطير 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 يعني العجينة بتاعتي بالعجينة بقى اليابانية السحرية الهشة يعني ما اقولكوش قطني زيادة زيادة عن اللازم خطيرة بجد يعني اتمنى بقى لو اول مرة بتزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات محتاجين نوصل الفيديو الاكبر عدد من المشتركين واكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من المشاهدات شوفوا جمال القطع عاملة ازاي انا اتعمت ان انا اضطح لكم علشان تشوفوا جمال التوست من جوة اسبكم بقى مع المقادير وطريقة التحضير هنا معايا ثلاث كبيات مني دي وتلت انا ضغط الكبيات جامد يعني ملياها جامد انا اسبها لكم بالجروم هنا معايا بقى كباية من اللبن وكباية الا ربع من المياه مياه برد عادية ماينا بقى في البولات اول بولة طبعا العيار بالمعلقة الكبيرة معلقة وربع من الخميرة الفورية تلت معالق من الدقيق ومعايا بيضة ومعلقة ونص من اللبن البودر وتلت معالق من السكر هنا بقى نص معلقة صغيرة ملح معلقة ونص زبدة بدرجة حرارة الغرفة ونص معلقة بيكين بودر دي كل الحاجات اللي انا هستخدمها ونبدأ بقى في التحضير اول مرحلة معايا معايا الطاصة وهو فيها المياه البرده بتاعتي والتلت معالق دقيق ادوب دقيق قوي قوي يعني لحد ما يختفي تمام علشان اضمن ان هو مفوش اي كرات ولا تكاتل فيه طبعا حطيتها بقى على البوتجاز واسيبها حوالي دقيقتين تلاتة لما العجينة بتاعتي تستوي انا عايزة العجينة بتاعتك دي تكون شكلها وقوامها اختلف تماما عن الاول وتديكي حتة المطة دي حطتها هنا بقى وها اغطيها ودخلها التلاجة نص ساعة هنا بقى حطيت الدقيق في العجينة والبكن بودر والملح واللبن البودر هنا بقى ادفيت اللبن وحطيت عليه الخميرة والسكر هتدوبهم كويس قوي واركنهم على جنب دقيقتين هنا حطيت العجينة بتاعتي بعد ما بردت في العجينة وحطيت البيضة ونزلت باللبن اللي معدهاش العجينة تقدري انك انت تعجينيها على اديكي ربع ساعة بالعجينة هتاخد منك عشر دقيق انا على طول بحضرها معاكم من غير العجينة لو حسيت ان العجينة محتاجة منك راش الدقيق يعني معلقة اتنين تلاتة اديها اهم حاجة تكون العجينة معاكي طرية ومتمسكة في نفس الوقت حطيت الزبدة بعد حوالي سبعة دقايق وسبتها تلات دقايق تاني بعد ما خلصت حطيتها بقى في البولة وغطيتها بالشكل ده واسبها لما يضعها في حجمها ممكن تقعد ساعة ساعة ونص على حسب اختلاف الجو يعني من الحر للشيطة تقدر انك انت علشان تخمريها بسرعة تدفي الفرن وادخليها ملفوفة بفوتة فوتة مطبخ وادخليها في الفرن على الفرن دافي بعد ما بتطفيه طبعا اطعطينا العجينة بتاعتي اربع قطع وهبدأ ان انا اكورها بالراحة بالمراعات ان انا مطلعش الهوى من العجينة بتاعتي هقور بقى الاربع قراط بالشكل ده وحاول ان كنتي تخليهم الاربع متسويين الجزء التاني اللي هو على ايدي الشمال دوت ده اللي انا عملت بيه الفطاير اللي هي الكونو ده القلب الكيك اللي انا هستخدمه طبعا حطيت فيه ورقة الزبدة اللي ما عندوش ورقة زبدة مش مشكلة وفردت العجينة بتاعتي بالشكل ده ونزلت من النص بس كده ضغطتها عشان تلزق في بعضها بقيس دايما التوست علشان خاطر ما يجيش زيادة عن اللازم ويتضغط من الجوانب لازم تخلي فراغ من الجنب ده وفراغ من الجنب ده ومن الحروف اللي هي الناحية تين وبين كل واحدة والتانية تسيب اتنين سنتي بعتذر ان انا بتتكلم بسرعة لان انا مسرعة الفيديو وفيه ناس بتشتكي من يعني طول مدة الفيديو على قد ما بقدر انا بشرح ما بسيبش الحاجة المهمة يعني بعد ما فردتها بالشكل ده بضغطها بالراحة عشان ما خرجش منها الهوى وهطبق الحرف هنا مرة واقلم ده عليها واقفلها كويس قوي شايفين بالشكل ده هكمل بقى الكمية اللي معايا كلها وبين كل واحدة والتانية زي ما اتفقنا اتنين سنتي اهي هنا بقى بعد ما خلصتهم هسيبهم ساعة يرتاحوا او ساعة وربعة لحسب ما يضعف حجمهم لفوق هنا بعد ما عد عليهم معايا الساعة حطيت هنا بقى صفار بيضة ومعلقتين لبن وفانيلي تقدر انك انت تستغني عن صفار البيضة لو انت ملكيش في البيض وما بتحبهوش مسخنا الفرن على درجة حرارة 160 وهتوت الشبكة في نص الفرن وتدخل الفرن لمدة نص ساعة اطف الفرن من تحت واشغله من فوق لما احب ان انا احمر الوش بس تمام كده نص ساعة هنا بقى شكلها بعد ما طلعت يعني حاجة جميلة بجده وتفتح النفس مفيش بعد كده شوفوا بقى جمال التوست يعني خطير 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 بجد يعني عجنته رهيبة كمان الفطير اللي انا عملتها لكونه خطيرة جدا يعني الجد جربوها ان شاء الله هتحبوها هقطع لكم واحدة كمان عشان برضو تشوفوها كده شوفوا بقى جمال العجينة يعني خطيرة بجد يعني مفيش بعد كده العجينة لو معاك طرية تقدر تدفلها دقيق بالتدريق بنقول الدقيق من نوعية للتانية بيختلف في نوعية الدقيق بتاحها بيشرب الماء كتير وفي نوعية لا على حسب النوعية اللي معاك تنزل الدقيق بالتدريق احتاجت منك ربع كوباية نص كوباية تاني عن اللي انا ضفته ضفلها بس برضو بالتدريق خلي العجينة تكون معاك لينة وفي نفس الوقت متماسكة ومش نشفة العجينة ما بتكونش نشفة ابدا تسيبيها ولما تحب تخمريها بسرعة تدف في الفرن وتلف فيها فوطة وتدخليها في الفرن بعد ما بتفصليه وتسيبيها ما بتاخدش اقل من ساعة بتكون خمرت وده طبعا شكلها بعد ما قطعتها وتعمدت ان انا قطع لكم الشريح بتاعتها يعني جميلة جدا تقدري ان كنتي تحتفظي بالقطع دي كل قطع الوحدة في كيس في الفريزر وتطلعيها قبل الاستخدام بحوالي ساعتين وتقطعيها شريح وتفطري بيها تقدميها فطة ليكي والاولادك دي طريقة النهاردة في التقديم يا رب بتكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي مونا النحال بحوالة